اهلا بكم من جديد وحديث القاهرة الموضوع ده حد حيتصور النخبوي بس حنسبت لكم من خلال اللقاء اللي فيه والاسئلة اللي فيه انه حيخص كل حد فينا واسئلة كلنا بنترح عالم التأمين شرم الشيخ حتستقبل يوم الاربع يوم اتنين اكتوبر ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين واعادة التأمين في نسخته الرابعة للمرة الرابعة على التوالي رعاية الملتقى ده للسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والهيئة العامة لرقابة المالية الملتقى ده حيكون ليه علاقة بالتغيرات المناخية إعلاقة التأمين بالتغيرات المناخية أكيد هيكون من ضمن أسئلتنا اللي ضفنا العزيز الأستاذ علاء زهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أهلا بحضر لك يا سيد علي فعلا فيه صلة بين الملتقى السندي وبين التغيرات المناخية وقيمة المناخ فلما جئنا حطينا الجدول أو الأجندة بتاعت الملطقة لقينا أن احنا غيبين أو من الكوب 27 أو كمتل بناخل مصر بتصدفها في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر فقالنا أن احنا لازم ما نكونش بعيد عن هذا الحدث فحطينا الحياة للأجندة بتاعتنا وحطينا جزء أو يمكن آخر سيشن عندنا هتكون أو آخر لقاء هيكون في اليوم الثاني للملطقة اللي هو يوم أربع حيكون فيه سيشن كاملة عن الطريق للكوب 27 ودور شركات تأمين ودور شركات على التأمين في مواجهة التغيرات المناخية ولما حابنا نكلم عن موضوع ده الحقيقة حابنا نجيب متحدثين متخصصين كان عندنا فرصة أن احنا يكون عندنا متحدثين من فرنسا من التحاد الفرنسي للتأمين والتحاد المغربي للتأمين واخترنا الناس دي لأنهم الحقيقة عاملين أبحاث كتير جدا في الكلام تشينج وأسر التغيرات المناخية وإزاي التأمين يقدر يواجه هذه المتغيرات طب لو تدينا تصور اسمح لي أستاذ أعلم إيه هو العلاقة بين التأمين والتغيرات المناخية؟ نحن نتحدث في درجة حرارة الأرض اختلفت في السنين اللي فاتت وزادت بشكل كبير زيادة درجة حرارة الأرض دي مع الزواهل من أخياء الأخرى زي الفردنات مثلا كورس طباية زي الأمطار الغزيرة زي التصحر زي الحرارة اللي هي بتاعة الغبات زي الجفاف اللي بيصيب بالأرض دي كل حاجات دي الحقيقة كشركات تأمين نحن نحلول لها نحلول لها إزاي نرد الأخطار التبعية نحن عندنا وسائق تأمين بتغطي هذه الأخطار التبعية الفردنات اللي بتحصل السيول الزلازل كل الحاجات دي لها تخطيات تأمينية الأراضي الزواعية اللي حصل لها جفاف عندنا وسائق تأمين بتغطي المحاصيل الزواعية فالحقيقة دي للأفراد ولا للمؤسسات ولا للجمهوريات نحن نغطي الحياة الوسائق التأمين ممكن نعملها ديزاين لأي حد يطلبها معنا مثلا لو نهاردة جيت حقيقة قلت يا أنا عايزة أغطي مجمع سكني ضد خطر الفيضان أو السيول أو الأمطار الغازية أو الزلازل أو الزلازل نقدر بنقدم وثيقة بتغطي الكلام دي كله لو قلت يا نهاردة أنا عايزة مجمع صنوعي أغطيه ضد نفس الأخطار دي نقدر نغطيه بالوسائق متخصصة لو قلت يا أنا عندي محاصيل الزراعية ممكن تتلف نتيجة تغيرات مناخية نقدر نعمل وصائق تأمين تغطي هذه المحاصيل وبالتالي التأمين عنده حلول لكل الأخطار المحتملة نقدر نعمل معنا كده أن هذا لم يطبق حتى الآن؟ لا لا موجود طبعا موجود موجود مش لكل حاجة لحاجة تأمين الزراعية يمكن لسه منتشراش بشكل كبير ده اللي احنا بنحاول كالتحاد نصر تأمين نوجد ثقافة تأمينية في التأمين الزراعي ونقول للناس أن احنا عندنا تغطيات تأمينية نقدر نديها وعملنا لجنة فنية متخصصة في التحاد المصري التأمين مكونة من أعضاء من الشركات التأمين المصرية عشان تدس أهم التغطيات الموجودة في العالم كله وازاي نقدر نطبقها من ناحية من ناحية تانية شفنا الدول الحقيقة اللي سبقتنا في التأمين الزراعي في دول زي الهند مثلا زي المغرب زي تونس زي سويسرا مثلا الناس دي كلها سبقونا كثير في التأمين الزراعي فابتدينا نوجد احنا عندنا علاقات بشركات أعاد التأمين وشركات وساط التأمين أعاد التأمين في الدول دي ابتدينا نتكلم معهم ازاي يقدر يساعدونا ان احنا نوجد منتج تأميني يتم تطبيقه في سورة تأمين المصري وفعلا احنا بصدد طب العالم بيطبق التأمينات أو وثائق التأمين دي ضد الكوارث الطبيعية العادية لانها بتبقى على العامة وهيبقى بيدفع يعني بصراحة انا هتكلم هدفع لمين ولا لمين لو حاجة حصلت يبقى عندي كل الفلاحين المأمينين والله افرد ان ما شاء الله الناس كلها اقبالت بقى 70% 80% فانت هتدفع لـ 80% من الناس المأمينين اه هو الحقيقة التأمين الميزة اللي فيه والحاجة الكويسة اللي فيه ان التأمين احنا بنعمل حاجة اسمها اعادة تأمين اعادة تأمين يعني احنا بنحتفظ بجزء من الاختار دي كلها 70% ممكن ناخد 5% والـ 75% التأمين بندوم للشركات على التأمين متخصصة بحيث لو تحقق الخطر احنا بندفع خمسة والشركات دي بتساعدنا في الخمسة ايه شركات اعادة تأمين؟ شركات اعادة تأمين يعني احنا زي ما احنا بناخد التأمين ونتحمل الخطر من على كاهل المؤمن لهم اللي هم الافراد او المصانع او الشركات او صحاب الارضي الزاية عندنا كمان في حاجة اسمها الشركات اعادة تأمين بنعيد عندها التأمين بتاخد مننا جزء من الاختار دي في مقابل اللي احنا بنديها قسط من اللي احنا حصلنا من العميل وبينا لما بنديها القسط ده هي بتتحمل جزء من الخطر ممكن نديها 90% من الخطر 80% من الخطر 70% من الخطر ايا كان الاتفاق اللي بيكون بين شركة تأمين وشركة معيد تأمين شركات اعادة تأمين دي شركات اعادة تأمين عالمية موجودة في العالم كله وبتاخد هذه الاختار من العالم كله وبتعمل هي كمان حاجة بيسموها اعادة اعادة تأمين يعني بتعيد التأمين عن الناس تاني وبالتالي الخطأ بيتم تفتيته